السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله مرحبا لله ساقريف اللي مسعلي بارك الله وفكر الله الله يبارك فيك يا الله يزازك بخير الله ينورك كما نورتنا والله يزازكم بخير كل شيء من الصباح طلع شانسوا الله تلف الليل الله يزازكم بخير اعزك الله لله يا الله يكتر خيرك بعلي يعافك مع الوالد والوالدة انا فيم سكراعيان شوية ليلة هاي لله ودعين معا ولداتي ومنداري يا رحمن يا رحيم وواحد الولد عندي دعين معا الله يهدين لي الولد الصغير قال الله يهدين لي يا ربي يا كريم يا ربي ودعين معا الله يهدين والدين دعين معا الله ينور لي تريكم يا ذا الجلال والاكرم ودعين من كاملين كاملين يا ربي يا كريم 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 يا ربي يا ربي شكرا لك لنا امراهيم شكرا لك للعب وتحية لك ولأهل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وهذا نداء وصرخة من ام عندها ولد سن 16 سنة يعني سن المراهقة هذا السن سن الحرج جدا سن المراهقة كيف سر العلماء بحل الخروج من عنق الزجاجة ان الطفل كيكون عنده نوازع دي الاطفال دي اللعب ودي الحركة لكنه بدأ يميل ميلا يصير فيه نحو مبلغ الرجال وهذا الخروج من الطفولة الى الرجولة كيتسمى المراهقة وكيكون صعب جدا لابد ان كل واحد كيمر منه والمرر منه صعب للغاية الشباب في هذا السن محتاجين الى القدوة ومحتاجين الى الاسوة ربنا سبحانه وتعالى قلنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة القدوة والاسوة مهمة للغاية لهذا احسن طريقة لاصلاح الاولاد وهي قراءة السيرة النبوية الشريفة حبدا لو ان ندرس ابناءنا وندرس اولادنا محطات مشرقة من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيكون عندهم القدوة ثم بعدها حياة الصحابة الاطهار من الانصار والمهاجرين ثم حياة الانبياء والمرسلين ثم حياة الصالحين المصلحين والعلماء الذين قادوا قادوا موكب الاصلاح هؤلاء كلهم قدوة لابد اننا نشبع عقول ابنائنا وبناتنا بهذه القدوة وان لا في غياب القدوة مدى نلقى كالقور فراغ الفراغ هو الذي يؤدي بشبابنا كنسمع بين الفين والاخرى شباب اما تقوم بالشغب في الملاعب كما وقع بالامس مصيبة نكراء مصيبة نكراء للشباب انهم الان الكل المسؤولون كتكلموا كنقشوا هش اللي وقع في هاد المباراة على الامس شغب خطير ضرب وجرح وصعب جدا هاد شباب ما الذي جعله يصل الى هذا المستوى انه لا في الشغاب ولا في روح الاجرام والعياد بالله المفروض ان الرياضة هي تربية وتهديد وفن وابداع وروح رياضية كتعلمنا التسامح والتعايش وفن التعامل مع الاخر لكن العكس والصحيح صارت ملاعبنا فيها شغب وفيها ضرب وفيها ولو رجال الامن ولو كيقولوا غير كافين خاصة العساكر يلا ينضموا الامور وكلقوا في اتانية من الشباب دينا كيشعر باليأس كتلقا كيفكر بالهجرة خارج ارض الوطن كيفكر انه يقلب انه اي مركب يقله الى الى الضفة الاخرى الى الفردوس المفقود وكيسمعوا كل مرة غرق دي السفن ودي السفن مطاطية كيمشوا بهجرة سرية كالقوا فيها اخرى من شبابنا ربما قد يتشبعون بافكار اخرى لهي متطرفة للغاية فيكفرون المجتمع وينتظمون في منظمات ارهابية تدعو الى القتل وسفك الدماء واختطاف كتدعو كأنها عصابات اجرامية فيها اخرى من شباب اللي كيمشي المخدرات يقول لك انا ما خصني لك هذا ولا كذا ولا دا كيبغي يعيش عام عرسو كتلقا كيمشي المخدرات كثير ومن المخدرات كتلقا خصي قلب على المال فكتلقا اما كيمشي الى السطو ويسرق واما لعنه شوية العقل خفيف كيلعب القمار وكيلعب واحد مجموعة دي الانواع دي القمار لعله يفوز بش يخلص وكيف فيها التانية ما عنده قدرات لكل هذا كتلقا ضائع ضائع راه الامهات والاباء كيخلصوا فاتورة كبيرة جدا من يتحمل المسئولية الكل يتحمل المسئولية نحن جميعا في مجتمع في مركب وهذا المركب غادبنا جميعا هؤلاء الشباب هم ابناؤنا وهم فلدة كبدينا وعلينا ان نمهد لهم الطريق الشباب كان ينبغي ان يجد هناك القدوة الحسنة اقرب شيء ممكن شوفوا الشاب هو في المحيط ديالو تكون عنده دار شباب دار شباب فيها جمعية تربوية كتعلم الاخلاق والقيم وكتعلم روح المبادرة احنا كنا محظوظين كنا صغار كنا كالقودر الشباب متواجدة في عدة اماكن وكنا نستفيد منها ولكن اولادنا الان كالقودر الشباب محدودة والاشطة ديالها ايضا ضيقة والجمعية اللي فيها كتلقاها متحزبة والشاب ولك يفهم مبقاش دك الشاب العادي اللي غير غادي غادي مع الطريق ولك يفهم وكيهرب من هاتش كله شباب هناك نكالقوا الملاعب في الاحياء في الازقة كل حي الا وفيه ملعب والناس كيخرجوا اطفال صغار كيلعبوا والجيران كلك يحضيهم الكلك يراقب وكيينهي وكيامر والجو جميل وكتلقى دائما في الاحياء هناك المساجد كيسمعوا الادان عند الادان الكل يذهب للصلاة ويقبل يدى الفقه والفقه كتفرح من ليمروا بيده الكريم على رأسك كيقول لك الله يصلحك يا والدي الله يصلحك لعطيك الناجح كتفرح فرحة عظيمة شابا ما بقوش كيسليوا لان والديهم اصلا كتير منهم ما كيسليش وهذا كله غياب القدوة ثم كالقول الخطر الكبير هنا هناك اعداء اعداء الانسانية واعداء المواطنة كيوزعوا مواد مخدرة هل قرقوا بي هل كالها واحد مجموعة الاشياء بأتمنة بخيسة تعطى للشباب وكيزد يضل وقول لك يدفع الفاتورة هم الوالدين كنتم الله سبحانه وتعالى ينظر في هؤلاء الشباب ولكن لا ينبغي ان نتنصل من المسئولية المسئولية نحن جميعا كلنا كلنا مسئولون وتبدأ المسئولية من البيت يعني كل الام واب ما يرميش بالكرة في ملعب الاخرين الام والاب هم اول مسئولين لتربية الابناء من طفولة ثم بعد ذلك المدرسة المدرسة رمشيغر التعليم المدرسة تربية وحنا كان سموها وزارة التربية والتعليم التربية اولا على قيم المواطنة على قيم الانسانية على قيم تعايش على قيم تراحم وعلى قيم البناء والتشهيد والتعمير والنجاح قصنا المدرسة لكتدعو الى النجاح ثم بعد ذلك الشارع الشارع العام الشارع العام هو ملك لنا جميعا ما نبقوش نديرو الفكرة دي الانانية كل واحد عيش فراسو كيقولوا ايام زمان كان انت الشري العام والكل يراقب الكل المراقبة الايجابية شي حاضي شي في الخير كيتعاونوا في الخير اليوم الا كيدا المراقبة غا السلبية صور فوتوغرافية دار مصيبة كيصورها ويرميها في فيسبوك وكيشوف نسبة المشاهدة كيطمح يصال المليون مشاهدة ايام زمان كانوا نسح عضي المجتمع بعضيتهم بالكلمة الطيبة الى شف سلوك منحارف كيدخل اي انسان الجار ولا واحد من المراق يقول نعنى الشيطان اعود بالله من كده وكيدخل بخيط بيض وكيصلح الشارع العام لا بد ان يعمل دوره واعلي ان لا يستقيل من مهمته ثم المؤثر الاكبر 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 جدا وهو الاعلام الاعلام بكل اطيافه تلفاز ميدياع قنوات فضائية مواقع الكترونية صحافة مكتوبة الاعلام له تأثير قوي لانه يدخل البيوت جميعا بغير استئذان فلابد ان يقدم القدوة لابنائنا وبناتنا لكن بعض الامهات يقول لك ومتى سوف يتحقق كل هذا الامر قريبا ان شاء الله ربي عز وجل فتحه قريب وفي انتظار ان يقع ذلك يكفي ان الام والاب الى تغلبوا على ولدتهم انهم يدعيوا الله سبحانه وتعالى دعاء على الخير كيف قدائما عندنا الدعاء الدعاء هو الباب الذي لا يغلق ما محتاج لمجالس انتخابية ولا محتاج الى ميزانية ولا الى رخصة من السلطة المحلية ولا ادن من جهة معينة نهائيا الدعاء هو المفتوح للجميع اعطاه ربنا عز وجل اكثر من الاكسجين الدعاء هو الباب المفتوح ندعو الله تعالى لابنائنا وبناتنا بالصلاح اللهم يا رب يا كريم كما اكرمتنا بالابناء والبنات اكرمنا بان تقر عيوننا بهم بالصلاح والفلاح نسألك يا مولانا ان تجعلهم للطريقة المستقيمة اللهم اجعلهم من المصلين الراكعين الساجدين حبب اليهم الامان وزينوا في قلوبهم نسألك يا مولانا ان تصلح ابنائنا وتعينهم للدراسة والتحصيل العلمي وتجعلهم ناجحين فالحين وتصلح بناتنا وترزقهن الصلاح والفلاح وتختر لهن الازواز الصالحين وترزقهن الدرية الطيبة اللهم يا رب يا كريم ندعوك في هذه الساعة المباركة ان تبر بكل الاباء والامغات وتقر عيونهم باولادهم وخصوصا للا ام ابراهيم من ترودانت للا ام ابراهيم الله يحفظ لك وليدك الله يرد به ردا جميلة الله يعطيه النجاح والفلاح والستر من عند المولى عز وجل ونقول ايو الاحباب الكرام على وجه العموم من ألهم التسبيح وألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا الصالحون في التاريخ يا ما مروا بازمات عصرنا هذا هو العصر الدهبي للانسانية احسن عصر في التاريخ عصرنا هذا في الخير في كل مقومات أما عصرنا السابقة رانس الفقر والحاجة والخصص لكنهم كانوا ينتبهون الى شيء مهم حينما تقل وفرتهم يلهمون التسبيح والدعاء كل من ألهم التسبيح والدعاء فإن الله تعالى يعطيه ما ينوي كانوا الصالحون كي تجمعوا يقول لك اطلب ما تشاء مطالب ديالك كثيرة باش توصل لها خسك اجندة طويلة وخسك تدبير وخسك اجراءات وخسك خطة عمل وخارطة طريق وخسك وحد العمل منظم ومجهود جماعي وميزانية ضخمة وانتظر التصويت في البرلمان والجماعات والمجالس لا 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 كل هذا لا يهم مباشرة من ألهم التسبيح وألهم الدعاء فإن الله تعالى يأتيه بالأرزاق والخيرات من حيث لا يدري من حيث انت قالت في المقام ديالك وربنا عز وجل يفتح خزائنه ويفتح كراماته وعطاءاته وامداتاته ويكرمك فتجد الصالحين يقول لك لقد نلت ما هويت والله نلت ما هويت ونلت ما طلبت إذا ألهم التسبيح والدعاء فاللهم رزقنا التسبيح لك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ورزقنا الدعاء إليك يا رب العالمين عجل لنا بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله